أرجوك أتوسل إليك بعد الوضوء اوعى تستعجل وتدخل في الصلاة قبل ما تعمل الحكتين البساط دول سن عن حبيبك صلى الله عليه وسلم الحاجة الأولى بيها ربنا سبحانه وتعالى بيضمن لك دخول الجنة والحاجة التانية بيها ربنا سبحانه وتعالى بيضمن لك السعادة والمغفرة والرزق والبركة في الدنيا السلام عليكم إزاي حضراتكم عاملين إيه رب تكونوا جميعا بخير فضلا وليس أمرا اثبتوا حضركم في التعليقات بالصلاة على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله كل واحد يصلي في التعليقات على سيدنا النبي على نية أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج همه ويسعد قلبه ويجبر بخطره تاني حاجة ما تنسوش تعمله مشاركة للفيديو ناس كتير جدا أعتقد محتاجاه لأن ناس كتير جدا بتتوضى وتنسى تعمل الحكتين دول من أمة رسول الله خلي الفيديو على صفحتك أي حد حيشوفه وحينتفع بيه ويعمل باللي فيه حيكون في ميزان حسناتك أقسم بالله فتداله على الخير كفاعله كما أخبر حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله تخالي يوم القيامة تلاقي حسنات أنت ما عملتهاش أي يا رب الحسنات دي لأنك دلت على الخير لأن فلان بعد الوضوء عمل الحاجات دي بسببك لأنه شاف فيديو على صفحتك فعمل بما فيه أيها الحبة في الله الوضوء حاجة مهمة جدا عشان خاطر نصلي كلنا عارفين لا صلاة بغير طهارة يعني لا صلاة بغير وضوء طب أنا توضيت الصلاة قائمة يعني أنا توضيت ودخلت المسجد والجماعة شغالة أجري ألحق الجماعة ولا لازم أعمل الحاجتين دول أحصل الوحدي في البيت توضيت أفرش السجادة وصلي على طول لا لازم تعمل الحاجتين دول الأول وأنت كمان لو دخلت المسجد تصلي والجماعة شغالة بعد ما تتوضى ما تدخلش في الجماعة أنا بقولك ما تلحقش الجماعة أعمل الحاجتين دول الأول أحي سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واخد الدنيا والآخرة بقول لحضراتكم حاجتين فيهم الدنيا والآخرة إيه الحاجة الأولى عشان ما طوالش عليكم الحاجة الأولى ذكر سيدنا النبي كان بيقوله بعد الوضوء وأخبر سيدنا النبي في الحديث الصحيح إن اللي يقوله بعد ما يتوضى ربنا يفتح له كل أبواب الجنة التمانية واللي تفضل أدخل من أيها تشاء الله أكبر وهذا الذكر هو أن تقول كما علمنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهري قال رسول الله من قال إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية كلها يدخل من أيها شاء الله أكبر طب دي أول حاجة تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيضمن لك بها الدنيا أنت بالذكر الأولاني ضمنت الجنة وهتدخل من الباب اللي أنت عايزه يا سلام محدش أدك الحاجة التانية تضمن لك الدنيا يبقى أنت كده إيه؟ النهاردة أنا جايب لك الدنيا والآخرة ادعي لي بقى الحاجة التانية دعاء بسيط مأثور عن سيدنا النبي محمد صل عليه في الحديث الصحيح يقول سيدنا أبو موسى الأشعري أو أبو مالك الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بوضوء مش بوضوء بوضوء هو في فرق بين الوضوء والوضوء نعم الوضوء هو الماء الذي يستخدم في الوضوء أما الوضوء هو الوضوء نفسه تمام كده؟ يقول سيدنا أبو موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوضوء بما عشان يتوضى فتوضأ رسول الله وبعد أن انتهى من وضوءه سمعته يقول الدعاء أحفظوه وبعد أن انتهى النبي من وضوءه سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يقول أبو موسى الأشعري فقلت يا رسول الله سمعتك بعد الوضوء تقول كذا وكذا وكذا سمعتك بعد الوضوء تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ما هذا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وخلوا بلكم الجملة دئاوي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن هذا الدعاء وعن هذه الكلمات بعد الوضوء وهل تركت من شيء يا أبو موسى هذه الكلمات اللي أنا قلتها دلوقتي وهل تركت من شيء وكأن سيدنا نبي عايز يقول له لقد جمعت الخير كله مغفرت الذنوب وسعة الرزق أو سعة البيت البركة في بيتك ربنا يبرك لك في بيتك يوسعه ويصرف عنه المشاكل والخناءات والهم والغم وكمان يصرف عنه السحر لو كان معمول لبيتك سحر ويملاب الحب والتفاهم اللي غايب بقى له فترة بينك وبين مراتك أو بينك وبين ولادك وكمان يبارك لك في رزقك لو كان قليل يكطره بعيد يقربه فلنحرص على هذا الذكر وعلى هذا الدعاء بعد كل وضوء هتتوضى عشان تصلي فريضة هتتوضى عشان تصلي نافلة هتتوضى ومش هتصلي خالص زي الوضوء بتاع النوم ما فيه ناس بتتوضى عشان تنام على طهارة من غير ما تصلي هذا جائز ايا كان سبب وضوءك ما تنساش تقول بعد الوضوء هذا الذكر وهذا الدعاء عشان تضمن الدنيا والاخرة عشان تضمن الدنيا والجنة مغفرت الذنوب والسعة في البيت والبركة في الرزق والجنة بإذن الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى بعد كل وضوء ما استعقلش وادخل في الصلاة بعد كل وضوء هقول او بالترتيب هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي انا بحبوكو في الله طبعا انتو عملت مشاركة للايف يعني فيديو زي ده لو ما تعملوش مشاركة هنعمل ليه خلوا الفيديو على صفحتكم نسكتر جدا والله هتنتفع به من امة رسول الله اي حد هينتفع به هتلاقيه في ميزان حسناتك يوم العرض على الله كان معكم الشيخ حسام العزيزي اخوكم في الله الى لقاء اخر استودعكم الله سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة